طيب انت كنت هتقول في بداية كلامك شهادة وده كان هيبقى سؤال بعد كده هل محمد صلاح النجم الكبير ده النجم العظيم ده الأسطورة ده يعامل معاملة خاصة في معسكرات المنتخب المصري وانت اكيد بتسمع الكلام ده كتير وانه محمد صلاح له معاملة خاصة وانه محمد صلاح محدش بيتكلم معاه وانه محمد صلاح محدش بيتكلم معاه وانه محمد صلاح بيطلب وبيتنفس طلباته هل محمد صلاح له طلبات خاصة في معسكرات منتخب مصري خالص. 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 خالي بقى لك هو صلاح بالوقتي يعني هو في نظر طوفيشنال جدا، فهو يعني مبيعرفش يطلب. خالي بقى لك روح كابتن برضو صلاح ككابتن. هو عارف يتعامل بالكوفيشناليزم اللي احنا نطلبه بأي واحد. أنت عندك صلاح في منتخب مصر وهو الكبتل الموضوع هو نفسه بيتعامل بأقل من الطبيعي بأقل؟ بأقل من الطبيعي طبعا وهو كلهم واحد بالنسبة لنا وهو حتى بالنسبة لنا هو مش عايز يتميز في أي حاجة لأنه يعني لا هو أكبر من كده بكتير لا بصراحة يعني يا ربنا يكريمه يوصقه وإنسان على بصور شخصي تهيل وإنسان متواضع جدا وإنسان جدا في التعامل وهو يعني ربنا يتمه في حطة تانية خالص طيب